ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان عندي صديق بألمانيا أهله بحمصو قهوة عندهم محمص كبير قهوة قررنا نعمل محل لأنه كان بدنا نورجي القتلات كيف يكون عندهم قافي شور بعد كم سنة مشيكت المحل كتير منيح معنا وقررنا نتوسع ونفتح كمان محلات أسبوع بعد ما فتحنا أول محل يجى واحد من أبرص وفكرنا موجودة وسألنا إذا بيقدر ياخد الفرانشايز على أبرص فأنا نتوسع بشكل محلات وبلشت الفكرة تكبر معنا بهاي الطريقة المحلات هو فرانشايز برا إذا أنت بمحل ور قادر تاخد الريسك إنك تبلش شي لحالك وبتنجح بهاي البلد بتنجح بأي محل هذا أكثر من أجل أهم شيء اللي بدو ينجح ينقي شغلة بحبها ويضل فيها ترجمة نانسي قنقر